قامت مؤخرا بأسة برلمانية بزيارة إلى مدينة بوكورو بمقاطعة الدبابة بإقليم حجر لميسة بهدف تفقد سير النظام التعليمي بالمنطقة محمد حسن أدام في إطار عنشطة اللجنة البرلمانية للتحقيق هول النظام التعليمي بالبلاد جاءت زيارة هذه البئسة البرلمانية بقيادة النائب البرلماني لمدا جولوتاريا إلى مدينة بوكورو حاضرة مقاطعة حراز البيار بإقليم حجر لميسة وذلك برفقة كل من النائب البرلماني الشيخ أباكر حسن ومحمد جبريل نمر إلى جانب الغالي محمد رمات والنائب فاتمة نورشام رمضان وفور وصول الوفد فقد أقد لقاع عمل دم مختلف ممثلي القطاع التعليمي بالمقاطعة وقد بدأت المناسبة بكلمة المندوب الإقليمي للتعليم والشباب بحجر لميسة محمد أبا الأول الذي رحب بالحضور على تلبيتهم الدأوة رئيس البئسة البرلمانية النائب لمدا جولوتاريا أكد بأن الهدف من هذه البئسة هو إجراء تحقيق شامل للنظام التعليمي في كادة من أجل إيجاد حلول مناسبة تنصب في صالح تعزيز القطاع التعليمي ونهضة المدرسة الكادية هذا وقد شهدت المناسبة عدة مداخلات من قبل المدرسين وأولياء الأمور تمحورت حول الصعوبات والتحديات التي تؤق سير النظام التعليمي بالمنطقة فما زار الوفد البرلماني عدد من المدارس للوقوف أنكثب ومعرفة سير العملية التعليمية بمقاتعة الدبابة قام مؤخرا حاكم إقليم بركو حمد بشير بزيارة ميدانية للمنطقة التي يستخرج منها الملح الصخري بضواحي مدينة فيع وذلك برفقة عدد من مسؤولين بالمنطقة منطقة صحروية ذات رمال متحركة خالية من السكان تقع غرب مدينة فيع بحوالي ثلاثين كيلومتر تتمتع هذه المنطقة بواد ملح صخري طوله حوالي خمسين كيلومتر مربع ولأهمية هذه المنطقة تجيء هذه الزيارة الميدانية وهي الأولى من نوعها لحاكم إقليم بركو داود حمد بشير لهذا الموقع الحيوي حيث التقى الحاكم بعدد من العاملين فيه واستمع إلى شروحات مفصلة عن الموقع وأهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه العاملين فيه والمتعلقة في عدم وجود مياه صالحة للشرب وكذا صعوبة الطرق المؤدية إلى المنطقة وبعض الإشكاليات الأخرى حاكم الإقليم داود حمد بشير عبر عن ارتياحه لهذا الموقع الذي اعتبره من المواقع الاستراتيجية بالنسبة للإقليم وأضاف بأن هذا الموقع سيسهم وبشكل كبير في امتصاص البطالة لدى الشباب مؤكدا على حرصه لإزالة كافة العوائق وحل المشاكل التي تعيق سير الأمل فيه ونذكر بأن هذا الموقع يعد ثاني أكبر موقع للملح الصخري بالإقليم تم تنصيب شيخ قبيلة أنجوري بمحافظة أنجوري بإقليم البحيرة بحضور حاكم إقليم البحيرة آدم فورتي وسلطان كانم إلى جانب عدد من الشيوخ التقليدين حسين النور بحضور عدد حاشد من أبناء قبيلة أنجوري بدري وكزاز عماء القبائل بإقليم البحيرة وكانم وبحر الغزال فضلا أن جلالة سلطان كانم متأليف زرزرتي تمت مناسبة تنصيب شيخ قبيلة أنجوري بدري بمحافظة أنجوري بإقليم البحيرة وذلك بعد تعيينه شيقا لكانتون أنجوري بدري خلفا لوالده الذي وافت حلمانيا في الأسبوع الماضي بدأ حفل التنصيب حزا بكلمة من قبل رئيس اللجنة المنظمة أحمد محمد علي شكر من خلالها الحضور مؤكدا بأن تجمع هذا الحشد الكبير يؤكد عظمة الترابط بين أبناء قبيلة أنجوري بدري مع جميع القبائل المجاورة بعدها تم صر التاريخ مختصرا عن كانتون قبيلة أنجوري بدري من قبل أحد أفراد العائلة موضحا بأنه تم تعسيس كانتون قبيلة أنجوري بدري في عام 1906 وعينا أول كانتون لقبيلة أنجوري بدري بوكوس باي وذلك عام 1552 على حد قوله الكنتون الجديد لقبيلة أنجوري بدري مبدعاجي محمد نور شكر أبناء القبيلة على هذه السيقة التي أولوها إياه متأحدا بأنه سيعمل من عجل المصرحة العامة للقبيلة مؤكدا تعونه مع السلطة الإدارية بالمنطقة من عجل سلامة البلاد الكلمة الرسمية بحز الحفل قدمها محافظ مقاطعة واي التابعة لإقليم البحيرة كوتي يوسبوه سمن من خلالها على الدور الذي تقوم بحي السلطات التقليدية بالبلات لذا طلب من الكنتون الجديد التنسيق والتعاون مع السلطات الإدارية بالمنطقة من أجل بسط العمن والاستقرار وفي نحاية المناسبة قدمت التحاني والتبريكار لكنتون قبيلة قريبا ديري مبد آجي محمد نور من قبل جلالة سلطان كاني مؤكز السلطات الإدارية والشيوق التقليدين وأبناء المنطقة متمنيين له عملا موفقا في حاجه المهمة التي أوكلت له ترجمة نانسي قنقر